شاع بين المسلمين في غزوة أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل فأصابهم الوهن الشديد وكانوا في هم وحزن لا يمكن وصفه وانسحب المسلمون إلى شعاب جبل أحد فحاولت كتيبة فرسان المشركين بقيادة خالد ابن الوليد أن تعلو الجبل على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلون علينا فانطلق جماعة من المسلمين وأخذوا يرمون خيل المشركين بالسهام حتى أجبروهم على الانسحاب وأنزل الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تهنوا أيها المؤمنون في أبدانكم ولا تضعفوا أيها المؤمنون عن قتال عدوكم وتهنوا من الوهن أو من الوهن الوهن هو ضعف الإرادة وضعف العزيم عن الجهاد وقتال الأعداء وإن تمكن الوهن من الإنسان انقلب الرجاء إلى يأس والشجاعة إلى جبن واليقين إلى شك ولا تحزنوا ولا تحزنوا أيها المسلمون لما أصابكم في أحد ولا تحزنوا أيها المسلمون عن من قتل منكم لأن أولئك الشهداء في أسمى منزلة وأعلى مكانة وهم أحياء عند ربهم يرزق خلي بال حضرتك النهي في الآية الكريمة مش النهي عن الحزن لكنه النهي عن الاستمرار في الحزن وده يرجع لأن الحزن شعور فطري شعور نفسي فالرسول صلى الله عليه وسلم أصابه الحزن لما مات ابنه إبراهيم وبكده نقدر نفهم أن المقصود من قوله تعالى ولا تحزنوا هو النهي عن الاسترسال في الحزن وعدم الخروج من دائرة الحزن لأن الاسترسال في الحزن قد يؤدي بنا إلى الاكتئاب والدخول في دائرة من الأفكار السلبية اللي ممكن لا قدر الله أن تؤدي إلى الانتحار في النهاية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن وكان حريصا على أن يعلم أصحابه ذلك في موقف حصل بعد غزوة أحد كتير مننا ما يعرفوش بالطبع كلنا نعرف أن أكثر شهداء أحد كان من الأنصار بعد انتهاء غزوة أحد رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه فقال لكن حمزة لا بواكي له فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة فرقد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فوجد النساء على حالهن ما زلنا مستمرين في البقاء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ويحهن أهن هاهن حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هلك بعد اليوم وده بيأكد لنا المعنى المقصود من الآية الكريمة ولا تحزنوا فلم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحزن وإنما نهى عن الاسترسال في الحزن والخير للمسلم أن يقول في مثل هذه الأحوال إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها لا شك أن ما ألم بالمسلمين في غزوة أحد أمر أليم وبلاء عظيم فإن اجتمع مع ذلك وهن الأبدان وحزن القلوب كان الأمر أصعب وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون في الإيمان وأنتم الأعلون لأن الله معكم وأنتم الأعلون لأن الغلبة والنصر والظفر في النهاية لكم إن كنتم مؤمنين وهو ده الشرط الذي يتحقق به العلو فإن تحقق الإيمان تحقق العلو وإن لم يتحقق الإيمان لم يتحقق العلو أقد صدق الله وعده ونصر عبده وهزم أهل الشرك والضلال ولم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد إلا وكان النصر حريفة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين